السلام عليكم أهلاً وسهلاً بكم مشاهدي ومتابعي برنامج أيام المنديال والمجموعة الرابعة كأس العالم في قطر فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس المجموعة الرابعة فرنسا منثل أوروبا، أستراليا، أسيا، الدنمارك، أوروبا أيضاً وتونس منثل أفريقيا المجموعة الرابعة أعتقد فيها منافسة قوية يعني متوازنة نوعاً ما الفريق الفرنسي نبدأ به الفريق المرشح الساخن الفريق الذي يديه القاب الفريق الفرنسي 14 مشاركة فيه كأس العالم يعني يلعب لقب 98 أحرزة والوصيف في 2006 فالتالي يلعب 59 مباراة فيه كأس العالم 28 وفوض 12 تعادل 19 خسارة له 106 عليه 71 إذن هناك أفضلية عنده ونسبة فوز أكثر من الخسارة والتسجيل أهداف أكثر من عليه فبالتالي هذه مقدمات الدليل على أن الفريق من الفرق المنافسة دائماً قريبة من المربع الأول والذي تدخل بقوة دائماً في بطولات كأس العالم الفريق الفرنسي عنده أمم أوروبا مشارك فيه 9 مرات أحرز اللقب مرتينز زائد مرة واحدة الوصيف إذا ذكر الفريق الفرنسي يذكر زيدان وبلاتيني في المقدمة والقائمة طويلة من الأسماع الكبيرة والنجوم اللامعة المدرب حالياً الفريق الفرنسي مدرب ديشانب وهو لاعب فرنسي وكابت المنتخب فرنسا السابق الذي يحمل كأس العالم أبرز لاعبين هم اللي حالياً موجودين في الدوريات الكبيرة توتنهام، بايرين، برشلونيا، مانشستر وليفر كوزي يعني بابارد، إذكر، كوندي، فاران، ديمبلي، كرينزمان، بنزيمة حالياً اللاعب السوبر رقم واحد في ريال مدريد، موسى ديابي وبالتالي أسماء كبيرة يملك الفريق الفرنسي إذن الفريق الفرنسي الفريق المرشح الأول والساخن في هذه المجموعة إذا انتقلنا الفريق الثاني، فريق الأسترالي في هذه المجموعة الذي سيواجه فرنسا في مباراة الأولى فريق الأسترالي ممثلاً لآسيا دائماً مشاركاتنا ونعرف قريباً عنها في الاحتكاكة في المشاركات في اللقاءات السابقة الفريق الأسترالي أيضاً فريق عنده مشاركات أربعة في كأس العالم ابتداء من 1974، 2006، 2010، 2014 بطولة السابقة لم يحصل له الشرف حالياً مشاركة رقم خمسة يعتبر كأس أمم آسيا أيضاً أحرز اللقض مرة واحدة عنده في كأس العالم في مشاركاته السابقة الأربعة عنده 13 مباراة في كأس العالم لكن عنده 2 فوز مقابل 8 خسارة ثلاثة عادل له دعش هدف علي 26 وهذه الأرقام بحذاته دليل وضائح أن الفريق الأسترالي من الصنف الثاني والثالث أو دائماً فريق ما يطمح للوصول حتى ولو إلى المربع الثاني ودوره 16 أقصى ماهم فريق الأسترالي أيضاً قدم نجوم كبيرة للدوريات والأندية العالمية الكبيرة يعني الكل يتذكر تيم كاهل وما قدمه في الدور الإنجليزي لاعب إفرتون الإنجليزي ولاعب أندية كثيرة حالياً يدرب الفريق إغراهام أرنولد وهو استرالي أيضاً دربه مدربين كبار لكن حالياً المدرب استرالي الأسماء أيضاً متعددة وحالياً يلعبون أغلبهم كانوا في دوريات أوروبا وانتقال فأغلبهم يلعبون في مثلاً في سلتك عندهم إذن بروم والبرستي وفي ساوثغيت وفي ساوثيد فهناك ميليغان عندك ماثيوليكي وتوم روجيك عزيز بهش وأسماء متعددة متغيرة يعني تأمن خلال أيام السابقة والسنوات الأخيرة هناك تغيرات كثيرة في الفريق الإنجليزي كان أغلب لاعب المعروفين في الدوريات حالياً مجموعة شابة جديدة المدرب يحاول خوض غبار تصفيات فيه إذا انتقلنا الفريق الثالث في المجموعة دنمارك بعد فرنسا ما تكلمنا عن فرنسا وأستراليا الدنمارك الفريق الثالث في هذه المجموعة الدنمارك أيضاً اسم كبير في عالم كرة القدم بأسماءه وبنجازاته اللي أحرز بها بطولة أمم أوروبا في عام 1992 والكل يذكرها في كأس القارات أيضاً عام 1995 كانت عندها مشاركة كبيرة المشاركات عندها سابقة في كأس العالم أربعة هذه السنة مشاركة الخامسة تعتبر 1986-1998-2002-2010 وهذا مشاركة الخامسة قلنا لعبة في كأس العالم 16 مباراة فقط في كأس العالم عندها 8.6 خسارة 2 تعادل أيضاً هناك توازن ما بين الفوز والخسارة أو أفضلية نسبية عندها في الفوز وبالتالي دنمارك دائماً رقم كبير بأسماء لاعبين يلاعبون بالدوريات الكبيرة في كأس العالم عندها 27 هدف عليها 24 أيضاً متقاربة وهناك أفضلية أيضاً في التسجيل ذن ثمان مرات شاركت فيه أمم أوروبا أيضاً هذا الرقم جيد عندها بيعطيها خبرة والجودة لاعبين المدرب الدنماركي حالياً كاسبر هو هذا المدرب الذي استطاع أن يولف مجموعة جديدة عندما يذكر اسم الدنمارك تذكر اسمها كبيرة الذي يتذكرها لاد روبشمايكر الحارس الكبير وأريكسون حالياً اللاعب الذي يلعب مانشستر ونايتد اللاعب عندها كاسبر شمايكر هو المثل الحراسة عندها كريستينسين حالياً يلعب في برشلونة أبرز لاعبيهم وجارد في لستر سيتي وسيمون كاير في ميلان أريكسون مانشستر ديلاني أشبيلي ألعب وجاكوب هوفنهايم الألماني فأكملنا الحديث عن المجموعة الفريق الرابع في المجموعة هو الفريق العربي فريق تونس أعتقد تونس فريق كبير وفريق عدة تاريخ منذ بطولة كاس العالم 78 و 98 و 2002 و 2006 يعني إذن هذه المشاركة السادسة أو الخامسة 18 يعني هذه المشاركة رقم 6 للفريق العربي التونسي من أصل 16 يعني هذا أعتقد رقم جيد أنه تتأهل لكاس العالم ست مرات من أصل 16 يعني أنه هناك تمييز وهناك قدرة على الوصول لو كان هناك تحضيرات مبكرة وسليمة الفريق التونسي أيضا قدم كرة قدم جميلة والكل يذكر اسمها أنتم تاريخ حافل أمم أفريقيا أيضا عدة ألقاب عشرين مرة شارك فيها وعددة ألقاب أيضا المدرب حاليا جلال قادري من تونس الفريق التونسي أيضا وعندما يدخل البطولة وكل أمل ممثلا للعرب وممثلا لأفريقيا وكنا قلوبنا معاهم كعرب بالتالي يعني أمثال علي الجمل بالحراسة وعمر الرفيق روتردام وعدة الجبالي بليون وعدة يوسف المساكني في العربي وعدة وهب الخزري في مون بليا وعصام الجبالي في أودينيزا والمجبري في برمنقهام سيتي وعلي معلول في الأهلي المصري ومنتصر الطالب لوريان الفرنسي نحن في ختام المجموعة الرابعة أتمنى أن نكون وفقنا في تقديم معلومات بسيطة عن الفرق وانتظرونا في المجموعة الخامسة إن شاء الله نلتقي بكم